بعد شهرين من حرب الإبادة ومن القصف المستمر ومن أكثر من 45 ألف طن من المواد المتفجرة والقوة التدميرية التي نزلت على رؤوسنا ورؤوس أبناء شعبنا بعد قصف المستشفيات والمدارس والمساجد وكل شبر في غزة ذاق من ويلات هذا الاحتلال إلا أن كل شبر في غزة لا زال يقاوم ويصمد ويتحدى الاحتلال شعبنا لا زال يواصل هذه المعركة وصوت التحدي والصمود وموقف التحدي والصمود هو أعلى من موقف العدوان وحرب الإبادة هذا على المستوى الشعبي على المستوى الميداني المقاومة والمقاومة فقط التي تستمد صمودها من صمود شعبها أجبرت الاحتلال على تغيير خططه وأجبرت الاحتلال على التراجع وليسأل الجميع ماذا حصل للاحتلال اليوم شرق غان يونس وأيضا شرق الشجاعية وشرق بيت حنون وفي جحر الدين وقبل قليل سمعنا تصريحات قادة الجيش وهم يتحدثون عن أعنف وأشرس لحظات العدوان منذ شهرين والساعات والأيام القادمة ستكون أصعب على الاحتلال ردا على هذه المجازن وسيستمر صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وسيكون الاحتلال مجبرة أن يوقف هذا العدوان إذا كان حريص على بقية أسراء أيضا في قبض المقاومة الفلسطيني هل يمكن الحديث عن فشل حتى هذه اللحظة وهزيمة توازي هزيمة جيش المحتل في مجرى في الشمال لسيما يعني نتحدث عن مسؤولين أمريكيين ما يقولونه لوسائل الإعلام أمريكية مثلا لسي أن أن في مسؤول بإدارة الرئيس بايدن نحن نشعر بالقلق بشأن تطور العملية العسكرية بجنوب قطاع غزة على ماذا يدلل ذلك؟ نعم نحن نتحدث عن بدايات وهذه البدايات يتعرض فيها الاحتلال لمفاجآت على المستوى المناورة الميدانية بالاستفادة من تجربة المقاومة في الشمال وفي مدينة غزة أيضا صمود شعبنا في الشمال وفي مدينة غزة وكسر كل حسابات الاحتلال وإسقاط مخطط الاقتلاع والتهجير والاجتفاث يستفيد منه أيضا شعبنا على مستوى الإرادة وعلى مستوى الصمود وتستفيد منه المقاومة هنا في تجربتها في جنوب والاحتلال يدرك ذلك ويدرك ما على الأرض وما في أيدي المقاومة أيضا وما في جعبتها ويدرك على المستوى المعنى وعلى المستوى النفسي النفسي وعلى مستوى إرادة القتال والنفس الطويل الذي يمتلكه وأبطال صراع القدس وأبطال المقاومة الفلسطينية كما شاهدنا مشاهد العز والفخار التي خرجت اليوم من نقطة صفر شرق هانيونس وفي كل مناطق قطاع غزة هو على موعد مع تكرار هذا المشهد حتى يكون مجبرا على وقف العدوان فورا بإذن الله